السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام سيدنا محمد وعلا للصحبه جميل الله حيكم في كل جديد وغريب موفيد في عالم المحركات قررنا اليوم شوية نخرج عن عالم مألوف نروح شوية من زمان ما سويناها نروح نهاجة مع الشركات بشكل ودي في الصيانة نسألهم بس شوف كل مرة نختار شركة ونسألهم رضا المستهلك اشي اللي جديد عندهم على توفر قطع الغيار فاليوم كان لنا ان شاء الله حيكون لنا نقاع حلو مع شركة جميلة علامتها أربع دوائر شركة عملاقة ألمانية من أجمل السيارات وأنعمهم اللي يمكن تسعوها بحياتكم فاليوم سيكون لقاء مع السادة شركة آودي السعودية وكيلة شركة سامانكو وحندخل على حكاية الصيانة بس معناس مع صوتة كثيرة بس معناس نص 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 خلينا نشوف اشي اللي حاصل معهم من تطويرات هنكمل فيها اليوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السبب اللي خلانا يجي لشركة آودي أنا بصراحة من المعجبين في علامة آودي ومن سنين طويلة وقدروا واحترموا جدا بس مع كثير من العملة مبسوطين في لها مراحزات في ناس يقول لك يا أخي بس أنا بعمل غيره للزيت بقول للمتروحة الوكالات هذي ما بغير لك الزيت وبيأخد عليك المبلغ هذول عندهم قائمة من المصنع إجبارية ما يقرط لعناه فحبيت اختصر الموضوع نعمل مقابلة اليوم جهس بعض الأسئلة اللي عندي هنا على الساس نتكلم عنها لأنه كمان قالوا لديه من نظام جديد عاملين اسمه فور بلس وحابب نديله فرصة يتكلم عنها فحيوا معايا حبيبنا جلال واخونا جلال عرفنا بنفسها كريبا أهلا وسهلا بيكو أستاذ حسن جلال الشيمي مدير صيانة أودي فرع جد أنا جاهز للرد على أسئلة واستفسارات العملاء كل اللي تقال من العملاء ده حقيقي بس ببرسبشن مختلف أو بخلفية مختلفة وجاهزين للرد عليها وسائدين إن إحنا نجاوب عليها الله يسرق سيدي جلال أول شي أنا سعيد جدا أنك قبلت الصدافاتنا والأسئلة اللي عندنا لأنه يعني شوية عادة الشركات كلها بيتركز عن مبيعات ماحد بيركز على خدمات مع بعض البيع فإنت من كنت من القلائل في الصيانة اللي قلت لأ تعالي إحنا صدر أنا مفتوح للأسئلة سؤال الآن والشيء إيش الفور بلس الفور بلس إحنا عندنا الزباين بتبتدي بسيرفس بكيج من أول ما يشتري السيارة لحد خمس سنين ما تغطيها سيرفس بكيج فالسيرفس بكيج فور فري أي حاجات إضافية هي اللي ممكن تبقى كاش إحنا عملنا برنامج تيلور ميد للزباين اللي هي أربع سنين وزيادة بحيث أنه هو نسهل عليه الاختيار يعني في عندك اثنين برنامج أيضا لتغطي بسيرفس بس مع تشيكليست معينة أو المنداتري ايتم في السيرفس اللي هي سبارك بلاجز ايرفلتر ايسي فلتر وشوية ايتم بتبقى فلسيانة دي الحاجات الأساسية الطبيعي بتاعي أننا السيرفس المعتمد من الوكالة يجب أن يكون مميزة بسيكليست معينة التي تجعلها مميزة فالكسومورة بيقاش مستعدة وبيبقى عايز يستطيع أن يستطيع هذا فأنا عملنا بسيكليست معينة بسيكليست معينة بسيكليست معينة خلاص هو الزبون من قبل ما يأتي عارف بالضبط السيكليست معينة من كل السيكليست معينة دعينا أقول إذا فيهم صح أنت تقولي أنا العميل بالشري سرعاودي عنده الصيانة منجانية إذا وقت ما تخلص الصيانة عدد السنين أول كيلومنترات فأنت تجعل الإختيار إما يمشي على الصيانة المصنع حرفياً بكلها ولها سعر معين إما أنت تفصل له صيانة أقل قليلاً بحيث أنه يكون سعرياً أقل لكنها تكون من ضمن المقبول للمصنع مصنع 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 وأنا لم أبدأت من السنة الخامسة لأنه هناك يتخلص الصيانات في السنة الرابعة مصنع مصنع فأنا بدأنا معهم البرنامج نحن معاكم من أول ما ينتهي السنة الرابعة ليس بس أنه خلص صيانته تركناه لو أنت حتى لو خلص الكيلومترات نحن مكملين معك بالخدمة التي تريدها الوكيل وبضمان بضمان نظافة خدمة الوكيل لا يوجد أي شخص يأتي برنامج في السنة أخير منك هدف 4S 4 Plus الآن الله يساعدك كان هناك بعض الناس بحكاية الفريق الصيانة أودي نحن مبسوطين فيه كثير في بعض الأمور فأنت قلت لي أنه فيه تغييرات شديدة تمت عندكم على مستوى الفريق ومستوى توفر قطع الضيار نحن عموما أول ملاحظات التي نأخذها سواء من الملاحظات الزعلان أو الملاحظات المبسوط المبسوط إيه اللي بسطوا والزعلان إيه اللي زعلوا وبنعمل زيه وبنقعد كثير الآن حصل تغيير فعلاً من الإدارة من الأمور إلى الأخير أو الكارواشر حتى الكارواشر نحن نستخدم كل المساعدة بسبب الناس اللي قادر يكمل معنا بالسيستم الجديد ويعرف يعني إيه اللي هو ده اللي بنخليه وبالعكس بنحضر الناس من التيم اللي موجودة وده حصل فنحن عندنا ميكس يونيك من الأدفايزرز الخبرة الجديد اللي عنده اللي مبروفد من جوه الورشة وعنده خبرة خلفية تكنيكال بحيث أن كل الفرايتي تبقى موجودة عندي في الإستقل طيب ممتاز توفر قطع الغيار توفر قطع الغيار كنا في مستوى والآن وبصلنا مستوى ثاني ده حقيق احنا كنا في مستوى في قطع الغيار ما كانش مرضي للزباين وعندما حصل الكورونا والتعطيلات الشحنات والشحنات طبعا وجهنا مستوى لكننا استطاعتنا في وقت قصير نصح وعندما تعيش في المستوى الأدفايزرز معدية الـ 92% متوفرة فوق الـ 92% طيب ممتاز بعرض المملكة طبعا بأعرض المملكة طبعا ما هي بالتعطيل الانتفايزرز الطريق الأدفايزرز القطع الآن نحن دلوقتي الدنيا بتتطور وقت العميل ده مهم بالنسبة لنا ما بقاش الترديشنال ويزوف بوكينج هي زي زمان انه التليفون بس او ان هو لازم ييجي وزحمة التليفون وزحمة لا هو دلوقتي في عندنا نستخدم الانلاين في كذا خدمة مش بس السيرفيس بوكينج في السيرفيس بوكينج ايضا البيمينت دلوقتي الكسر هذه نقطة ممتازة كمان كان زي دائما فيه ان هو بيبعث السواق بيحصل وكلام من ده فدلوقتي احنا بنبعت لنك بيبعث زي وزي اي شوپنج اونلاين بيدفع اونلاين واي ادونز يقدر يدفعها اميدياتلي فمن مناخرش الشوق لا اكلف لالسواق ولا اكلف نفس الشي فلوش واسحب فلوس ابعث لك السواق تبعث لي رابطة تصدد اونلاين بتسلم السارة للعميل انتعني مضبوط وكل حاجة يعني سكيورد وكل حاجة رجيسترد وما فيش مجال كنت تتكلم معا لانه في في افكار تطوير انه في كمان حسب بعض الافكار انت قلت لي ما بتكلم عنا الان بس انه شغالين على ضمن افكار تطوير في حتى عملية توصيل السارة لعميل وللسداد مستقبلا متى ما توفرت بعض الخدمات الاضافية بحيث انها تكون متوفرة انه هاده هاده من ضمن الخطط حقاتكم في الان. في افكار تنفزناها اردي اتعلمناها من فترة الكورونا ان احنا مش عايزين نعمل كونتكت مع الكاستفر او التباعد الاجتماعي فابتديني نوفر خدمة البيك او والدروب اوف للسيارة نفسها مش للعميل السيارة بتجلنا بنعمل زي فيديو بنبعت هولو باستلام السيارة ونرجعها تاني تطويرا على كده في خدمات جاية مش حاضر اقول عليها دلوقتي ان شاء الله وان سيتس ريليس تحاني اعلن عليها نحن نصورها تاني ويتيجت شرفنا نصور استفسار اخير الشاب السعودي انا شاب سعودي وحب السيارات وحابب ادخل معاكم في الورشة يعني ممكن تكون اتخرجت في شوية خبرة ميكانيكية بسيطة هاد بترحبوا اذا احد جاكم شاب سعودي انه ينضم لفريق حقكم بحيث انه تشتغلوا عليه واتطوروه في الناحية عادة طابعا ده قوز الى يتجزأ من ده موجود من اودي واحنا بنطبقه هنا في السعودية ونفرد ريكوستد الله يا سيدك انا شاكر لك لأسئلة شكرا جماعة الخير انا اعتقد حطينا مجموعة اسئلة اللي بسمعته من السوق اللي قدرت اسمعه من اعتراضات ومن مدح ومن شكاة ومن كله فجمعنا لكم هي اجتماعت مع الشباب سمعت بعض الملاحظات اللي عندهم فجمعنا لكم هي احنا هذا مشكورين في في المستقبل ان شاء الله اعتقد كمال لما تكمل الاشياء التاني احنا نكمل لكم مقابلة تاني معهم في كل جديد وغريب مفيد في عالم المحركات شكرا لشركة اودي شكرا لحبيبنا جلال وشكرا لحضوركم معانا وان شاء الله اذا عندكم اي ملاحظات استفسارات على اودي او اي حاجة تانية احنا حاضرين في الخدمة اكتبونا طلباتكم على هذا الخشوم شكرا استاذ حسن على زيارتك وعلى نقل وقهة نظر العملاء وبالنسبة لعملة اودي احنا دايما في الخدمة جاهزين لاستفساراتهم سواء عنده سيارة قديمة او جديدة احنا معك على طول وفي خدمتك في قدر الامكان سنخدمك وليس سنطلعك الا مرضي بإذن الله